السلام عليكم مدرسة وحنقات سلار وسينجر الموجودة بحيث سيدة زينب والأمر بإنشاء الأمير سيف الدين سلار التاتري والأمير علاء الدين سينجر الجولي في عهد سلطنة السلطان المصر محمد بن قلعون سنة 703 هجري 1303 ميلادي والأمير سيف الدين سلار اتأثر في الحروب اللي ضارت بين الزاهر بيبرس والتتار واشتراه المنصور قلعون وبامن ضمن ممليكه وترقى في المناصب لحد ما بامن كبار ممليك وتعين نائب للسلطنة في عهد سلطنة السلطان النصر محمد بن قلعون لحد ما تمكن من شغول الدولة وترشح لتولي السلطنة بس السلطان النصر محمد بن قلعون أبض عليه وحبثه ومات من وجوح في سجنه سنة 710 هجري 1310 ميلادي أما الأمير علاء الدين سينجر اشتراه أمير اسمه جاول فانتسب إليه وبعد كده انتقل لخدمة المنصور قلعون وترقى لحد ما بقى مقدم للممليك في الشام وتعين والي لغزة وبعد كده رجع مصر بقى مقدم للممليك في مصر وبعد كده تعين والي مرة تانية لغزة ورجع مصر بعد وفاة صديقه سلار واعتزل الحياة السياسية واهتم بعلوم الفقه والحديث لحد ما مات استنونا فيديو جديد ان شاء الله